في إنجيل متى ويمكن كمان موجودة في إنجيل لوقة اللي المسيح بيقول جئت لا لألقي سلاما بل سيفا وفي لوقة بيقول لألقي نارا في إنجيل متى إصحاح عشرة وفي إنجيل لوقة إصحاح 12 إشرت على هذه الكلمات لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا دي بتعثر ناس كتيرة هو المسيح ليس رئيس السلام الإجابة نعم هو رئيس السلام وبربطوها مع الآية اللي لما طلب إنه إذا معاك سيف أو كده خدو لا دي ما لأجدخل القصة تانية ما لأجدخل ما لأجدخل بس اللي بيربطوها مع بعض بحبل خايب ما لوش أي علاقة نفهم كل واحدة على حدة نفهم دي المسيح لما تولد قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام أتى المسيح ولو كان المسيح قد قبل لك أرسى قواعد السلام وهو سيأتي عن قريب وسيعم السلام كل الدنيا لكن النهاردة لأن المسيح رفض ولأن المسيح لا يقبر أحد لكن يعطي الفرصة لجميع البشر فماذا يحدث عندما يدخل الإيمان في بيت أو ده اللي قالوا المسيح بعدها فإني جئتوا لأفرق الإنسان ضد أبي والابن ضد أمها والكنة ضد حماتها فبيقول لنا إن في بيت واحد حيبقى فيه خمسة وبعدين اتنين يقبلوا المسيح ماذا سيحدث من التلاتة اللي رفضوا يقبلوا المسيح حيسيبوا الاتنين في حاله يا ريت مش هيحصل وإحنا لغاية النهاردة بنسمع قصص لا أول لها ولا آخر عندما يدخل المسيح إلى بيت ما كان يؤمن بالمسيح ماذا يحدث؟ بيحدث إن الأب ممكن يقتل ابنه أو على الأقل يرى على فكرة منشوفه في هالأيام يا أخي منشوفه بكل وضوح يعني إذا ما قتلهش هو بيتقتل ابنه قدام عينيه واحد قال تعبير جميل قال إن المحبة العواطف الروابط الطبيعية من أقوى روابط في الدنيا تعرفها الأرض يعني أبوي وابني وأخوي وأختي وأمي وبنتي دي أقوى الروابط الطبيعي لكن في حاجتين أقوى منها المحبة النازلة من السماء عندما تأتي المحبة وتسكن في القلب تجعل الإنسان زي ما المسيح قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقن مش معنى كده أن بكره أبويا ده أنا بحب الأعداء مش هحب أبويا لكن مش هفضله عن المسيح ثم في كراهية طلعة من جهنم أقوى من الروابط الطبيعية تخلي الأب يقتل ابنه والابن يقتل أبوه والبنت تقتل أمها إنها كراهية المؤمن ما بيقتلش المؤمن ما بيعديش لكنه يعادى وأحيانا يقتل وقال المسيح هيجي وقت يظن فيه كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله إنه من أبن هو إبليس القتال للناس من البدر وعلى فكرة هذه الفكرة أعداء الإنسان أهل بيته أو يفرق الإنسان في بيته دي موجودة في الكتابات اليهودية موجودة نسميخة سبعة أي ولا وكمان في الكتابات اليهودية كنوع من المسيح اللي ما بيجي رح يكون فصل السيف السيف رح ينضرب في نفس البيت شخص يؤمن وشخص رح يرفض لغاية بيكلم اليهود